في هذا الفيديو سنتعرف على أدى بسيطة وسادة الاستخدام وهي GoalSeek التي تمكننا من الحصول على الهدف الحسابي دعونا نتعرف على عملها وبما لا تلزمنا فمثلا لدينا هذه البيانات التي تخص الموظفين في إحدى المؤسسات ولدينا نسبة الزيادة في الخلية I6 وهي خلية مرجعية لكل خلايا عمود المرتب الجديد ولدينا في الأسفل مجموعة الرواتب الجديدة لنفترض أن مجموعة الرواتب الجديدة كانت عالية أكثر من ميزانية المنظمة ونريد تقليل نسبة الزيادة حتى يقل مجموعة الرواتب مثلا نريد أن تصبح مجموعة الرواتب هي 37000 لنقلل نسبة الزيادة من 10% إلى 7% بالضغط على Enter ستتعدد كل الرواتب في عمود المرتب الجديد لأنها مرتبطة بها وكذلك تدغير نتيجة مجموعة الرواتب لكن لا يزال الرقم كبير نغير نسبة الزيادة لـ 5% كذلك الأمر لا يزال الرقم أعلى من 37000 كما نشاهد فإننا نقوم بهذه العملية يدويا حتى نصل للرقم المراد الوصول إليه وهو مجموعة الرواتب 37000 لكن في الإكسل لدينا الأداء Goal Seek التي تقوم بهذا الأمر للوصول للهدف الحسابي كما نريد نحن الوصول إليه نصل لهذه الأداء من قائمة Data من شريط القوائم ثم من What If Analysis نجد Goal Seek تظهر لدينا النافذة الخاصة به من الخلية الأولى Sit Cell يريد منك تحديد الخلية المراد تغييرها للحصول على الهدف وهي خلية النتيجة النهائية لمجموعة الرواتب إذن ننقر على رمز تحديد الخلايا هذا ونحدد على خلية مجموعة الرواتب الجديدة الخلية I10 ثم ننقر على الرمز مرة أخرى من To Value نضع النتيجة المراد الحصول عليها وهي 37000 كما أشر ومن By Changing Cell أي عند تغيير خلية ماذا؟ نحدد من زر تحديد الخلايا على خلية زيادة المرتبات I6 وهنا نعني أننا نريد تغيير خلية مجموعة الرواتب نريد وصولها للقيمة 37000 عند تغيير خلية نسبة الزيادة بالضغط على OK يقوم بالحساب بعد فترة بسيطة يصل للنتيجة ويظهرها بالخلية ونجد أن النسبة يجب أن تكون 2.2% حتى نصل للرقم 37000 من مجموعة الرواتب وهذه هي ميزة الهدف الحسابي GoalSeek بالحصول على الهدف الحسابي عند تغيير بعض الخلايا يجدر الإشارة أن الهدف الحسابي يعمل مع الخلايا المرتبطة ببعضهم كما رأينا فإن النسبة مرتبطة بالرواتب وخلية مجموعة الرواتب مرتبطة بها ولا يعمل عندما لا يكون هناك ترابط لنشاهد مثال آخر حتى نفهمها بشكل كامل نسحب السحاب لليمين قليلا لدينا هنا مبيع لنوع اللابتوب Deek الكمية هي 75 لابتوب والمبلغ الأخير هو عبارة عن الكمية ضرب السعر الفردي وكانت النتيجة 61,875 لتغيير هذا المبلغ للوصول لـ 70,000 مثلا فكم يجب أن يكون سعر اللابتوب الواحد؟ نجعل GoalSeek يحققه لنا نذهب إلى GoalSeek من WhatIfAnurizes ثم من الخلية الأولى نحدد على الخلية التي نريد وصولها للهدف وهي خلية المبلغ الستة ومن To Value نضع الهدف الذي نريد تحقيقه وهو 70,000 ومن By Changing Cell أي عند تغيير الخلية نحدد على خلية المبلغ الفردي بالضغط على OK يقوم بالحساب وتظهر النتيجة تقريبا 933 يجب أن يكون سعر اللابتوب للحصول على المبلغ 70,000 وهنا ماذا لو لا نريد زيادة سعر اللابتوب؟ إنما نريد زيادة الكمية حتى الوصول للمبلغ 70,000 نضغط على الاختصار Ctrl-Z للتراجع ثم نذهب من جديد إلى GoalSeek من WhatIfAnurizes ومن الخلية الأولى نحدد على الخلية التي نريد وصولها للهدف وهي ذات المبلغ النهائي أي السدة ومن To Value نضع الهدف وهو 70,000 وأما هنا من By Changing Cell عند تغيير بالخلية نحدد على الكمية وليس المبلغ الفردي كما فعلنا سابقا أي نريد الوصول للمبلغ 70,000 عند تغيير الكمية بالضغط على OK نصل للنتيجة وهي أنه يجب أن تكون كمية اللابتوبات هي تقريبا 85 لابتوب للوصول للمبلغ النهائي ترجمة نانسي قنقر